اشتركوا في القناة الاجتماعة والخروج باختيار لرئيس مجلس النواب الحالي والنائبين بعد كل هذا صدر مرسوم جمهوري برقم 65 سنة 2021 وقع رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح يقضي بأحالة أعضاء مجلس النواب للدورة الرابعة التي انتهت وهنا يبدأ التساؤل الذي كان حاضرا طوال هذه السنة وطوال هذه الدورات التي جرت في العراق يعني أربع دورات جرت والناس تسأل نفس السؤال ما الذي فعلوه ليستحقوا عليه راتبا تقاعدين وما هو راتبا تقاعدين طبعا عندما تبحث عن راتبا تقاعدين ستجد أن أقل واحد سيستلم راتبا تقاعدين يقدر بمليون وثمانمائة ألف دينار عراقي هذا كان خريج إعدادية أقل واحد يعني وأما أكثر واحد فيستلم ربما أربع ملايين وخمسمائة ألف دينار عراقي هذا يعادل حوالي ألف وثلاثمائة دولار وذاك يعادل حوالي ثلاثة ألاب دولار راتب تقاعدين فقط وعندما يسمع العراقي بهذه الأرقام يتفاجئ وربما يضرب على رأسه من شدة الضيم من شدة القهر من شدة الأسى لأنه بعد أربع سنوات هؤلاء أولا ليسوا موظفين في الدولة لكي يعني ينطبق عليهم نظام التقاعد العام الذي يشمل موظفي الدولة هؤلاء ليسوا موظفي الدولة هؤلاء يمثلون هم يقولون يمثلون كتل معينة من الشعب هكذا يقولون ولكن هم يمثلون أحزاب وبالتالي يعطوهم بعد أربع سنوات يعطوهم هذا الراتب التقاعدي في من موظف الذي يقضي زهر الشباب كله 30 سنة بالخدمة ويطلع التقاعد لا يجني من هذا الراتب وبعد معاملة طويلة لا يحصل على نصف هذا الراتب وربما ربعة البعض يحصل على خمسمائة ألف وقضى في الخدمة 20 سنة وأكثر من 20 سنة ويحصل على خمسمائة ألف دينار لا تساوي 300 دولار ربما أقل من 300 دولار 270 دولار ربما بحسابات هذا الدولار مع الدينار فلماذا يعطون لهؤلاء وماذا قدموا للشعب الشعب الظهر عليهم تهمهم بالفساد بالخراب هم كانوا يعيشون في بحبوحة حمايات رواتب منخصصات عقود نسب من عقود تعيينات يعينون الناس ويأخذون المبالغ وخدمات وملابس وسفر وذهاب وفخفخة وبالتالي تعطيهم رواتب تقاعدية بعد أربع سنوات ما الذي يفعلوه يعني أربع سنوات من الرفاهية والخدمات والحمايات والمرتبات والمخصصات مخصصات السفر وجواز السفر الأحمر جواز السفر الدبلماسي لهو لعائلته وتنقلوا وسفرتين بالسنة ومعرفش إنه لهو العائلة وخدمات وبيوت خاصة وحمايات خاصة لبيوتهم وبالتالي يكون نائب يكلف الدولة يكلف الشعب يا دولة لا توجد دولة خزينة الشعب هذه الخاوية التي تسرق كلفها مبالغ كبيرة جدا جدا وبالتالي يذهبون إلى إعطاء تقاعد راتب تقاعدي على ماذا تعطي خطر راتب تقاعدي يعني هذه واحدة من كوارث الحياة في العراق المواطن يخدم سنوات طويلة ويتعب ربما تنقضي حياته ثلاثين سنة وخمسة وثلاثين سنة وأكثر بالخدمة ويخرج ولا يمتلك بيتا وتقاعده لا يكفي وهو على يعني سيودع الحياة لم يترك لأهله لا راتب تقاعدي فيه ولا يستر حاجاتهم ولا يلبي حاجاتهم ولا يسترهم بعد رحيله هذا واقع الحال لكن أعظام أجلس النواب الذين ربما البعض منهم لم يشاهد يعني لم يقرأ جريدة في حياته والبعض من عندهم يعني كثير من عندهم خريجين سادس عداد ربما والبعض ربما على الشاهدات المزورة ربما غير شكل سبحان الله لا أحد يعلم يأخذون كل هذه المرتبات كل هذه الرفاهية التي يعني التي حصلوا عليه وبالتالي يأخذون راتب تقاعدية بهذا الشكل والمواطن يطالب بإيقاف هذا ولا أحد يوقف طبعا هذا يشمل لا يشمل فقط مجلس النواب أعضاء مجلس النواب هذا يشمل أعضاء مجلس المحافظات والمحافظين والوزراء والبلديات وزراء هؤلاء الذين سرقوا وخربوا ودمروا ماذا قدموا للعراق؟ يعني حكومات فاشلة ومجالس النواب فاشلة ودمار والعراق وصل من سيء إلى أسود 19 سنة والتالي نعطيهم راتب تقاعدية مكافأة على ما فعلوه في العراق بعدها سرقوا ونهبوا وفسدوا وخربوا ودمروا وشعوا الطائفية وشكل هذه المهاترات والصراعات التي حدثت يوم 9-1 هو هذا شكل مجلس هذا ما يسمى بمجلس النواب وبالتالي يصدرون قوانين تتلاءم مع وضاحهم تتلاءم مع ليس لها علاقة بالمواطن يتصارعون على مكاسبهم والمواطن آخرهم يعني خارج أجندة الهموم المواطن والوطن وسلموا الوطن للغربة والخارجين وبالتالي الوطن مباح بأمواله بتراثه بثرواته بكل تاريخه بكل حضارته للآخرين وليس للعراقين العراقين عشر ملايين خارج العراق ست ملايين كانوا مهجرين في الداخل لحد الآن الذين يهاجرون على حدود بيلاروسيا وبولندا رجعوا الكثير من عندهم ويقول عندما تصنح لي الفرصة سيذهب مرة أخرى لو عيد التجربة وعندما يسألونهم لماذا هاجرتهم يقولون الوضع في العراق لا يمكن احتمال وضع اقتصادي ووضع سياسي سيء ومن سيء إلى أسوأ ولا أمل يعني لا حاضر على مستقبل وجودنا في العراق الآفاق مزدودة أمامنا هذا ما فعله أعظام مجلس النوع هذه ما فعلته الحكومات التي تخرج من جعبتهم من هذه التوليفة الغريبة العجيبة المدمرة الفاسدة وبالتالي يعطوهم راتب تقاعدية يعني ليس أنا في اختام هذه الحلقة إلا أن نقول لكم الله يا أهل العراق يعني غريبة عجيبة لكن كلنا يقين وأهل العراق على يقين وعلى تصميم أن هذا الوضع لن يستمر وسيزول بإذن الله بإرادة العراقين وبإصرارهم على إزاحة كل هذا وعودة وجه العراق الجميل أترككم بخير عزيزي المشاهدين أتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة